التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره الشدي عبد الرحمن غلام الله في توكيو على هامش الاجتماع الوزرية لتيكاد شهد اللقاء تبادل وجهة النظر حول تطورات الأزمة الرهنة في السودان على ضوء استضافة كل من مصر وتشاد لمئات الألاف من اللاجئين السودانيين واتفق الوزيراني على ضرورة تركيز الجهود على فتح المعابر وتوفير ممرات آمنة لنفاذ المساعدات الإنسانية لكافة المناطق السودانية كما تم بحث مجمل مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الأفريقية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك